في حاجة كابتن مصرح فضل لكابتن يعني برضو كابتن على أبو جريشا كان في النادي الإسماعيلي طبعا وخد بطول الدوري هنا مرة دوري واخدين من أول نادي خد بطولة إفريقيا حاجة حلو أول سبعين وواحد وسبعين فخدوني معهم هم مرة أنت سفرت معهم سفرت معهم كان في الخليج سفريها في روحت الخليج وفي مرة تانية روحت ألمانيا برضو معهم الله يرحمه أثمان أحمد أثمان نعم كان رئيس نادي ما كانش فيه التعصب وكانش فيه الاحتقان اللي بيحصلوا من دولة لا 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 والله يعني هقولك حاجة برضو فيه كان جناح بيمين أيمن في النادي الأولومبي يا سلامة كابتن فرو السيد من أعظم الوينجات اللي جات في تاريخ مصر حاجة جميلة وبرضو لعب مع الإسماعيلي هو طلعوا زي بالضبط لما كانت أم كلسوم بتلف بعد المجود الحربي ده بالضبط كده فأنا رحت معهم برضو طيب كابتن شاحتة فاكر مباراة لإسماعيل اللي نادي الاتحاد كسبها وطلع ما نشدت بعد كده عرابي صد خمس دربات جزاء والله أرحمه ناقضنا رياض الجميل كابتن حمد النحاس الملك خرابي عرابي فاكر 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 المباراة دي راحت منهم خمس أبص هنا خمس أهداف يا خرابي عرابي لأول مرة في تاريخ كوروة مصرية لسود حارس مرمى خمس دربات جزاء متتالية جميلة إسماعيلي لبي دعوة الاتحاد للتصييف في الإسكندرية بعد أربع ساعات إسماعيلي يلبي دعوة الاتحاد الإسكندرية هكذا دخل عرابي التاريخ عرابي هومي تشال اتكلمين على المباراة يا كابتن ما تش لعبنا في القاهرة هنا هو صفر صفر يتعد بقى في الإسماعيلي لا عندنا بقى في الإسكندرية في الإسكندرية بعد أربع ساعات فازل الاتحاد برضو مش عارفين لحنا يجيب جوان ولا هم يجيبوا جوان فدخلنا بقى لضربات الجزاء ضربات الجزاء اه شطنا ضربات الجزاء وكسبنا احنا انت شطت اخر ضربة جزاء كابتن اول اول واحدة اه اه انت المهم انك لازم الاحسن واحد تدي اشتصص ثقة للعبين مزبوط بس هنا حلو قوي الفرحة بتاعة إسكندرية البطولة دي عرابي كان حارس مرمى كويس جدا يا سلام كان الكابتن كبالي السباغ بعد يوم الثلات يعني كان يقول كان يوم الثلاثة ينزل كابتن كمال السباغ على العرابي ويشوته وكان يلعب كرة تاني كان يبقى واقف برا الخط التمنتاشر وينطق الكرة كابتن كمال السباغ كان حبيبك اهو يا كابتن جداً حريف يجي عامل الكرة وظهره للخلف ويجي عامل الكرة من فوق منه وقبل ما تنزل يشوت بالشمال لو شط بالشمال هيحطه على شمال الجول لو عمل كده وعمل باليمين يطلع يعني هو ان الجمهور اللي في المدرج ينزله عشان يشوفوا دربات الجزاء دي اه ما يعرفش يصد ما يجيبش يصد ابداً بس بعد كده استفاد بقى طبعاً أكيد استفاد من كابتن كمال السباغ انت استفدت ايه من كابتن كمال السباغ كابتن كمال السباغ من العيبة الحريفة نعم اللي بينقل الكرة حلو انا بقيت طبيعتي هلعب الكرة السهلة يعني ما عودش كتير نعم هلعب الكرة السهلة من لمسة وباسة من الخارجي ابصيها الواحد او بطن الرجل وامشي معها وامشي من غاية 18 واسرق له او اسرخ له اه اللعب الكرة بقى مالكوش دعوة بيها انت كنت بتحب تبني الهجمة من تحت يا كابتن من تحت اه اه لو الجناح بقى وصل يطلع هاليا في البرر 18 اه هي الشوطة انت كنت فيك حاجة يا كابتن وموجودة بتكت موجودة قليلة جدا في بعض اللعبين انت مكنش حاجة تحب تخسر في التمرين او متحبش الخسارة بصفة عامة يعني الرياضة فيها مكسب وخسارة بس انت كان عندك طابع اه حتى لما يخش فيك جول انا الكلام ده عرفته طبعا من غير ما حد يقولي بس انا لان انا عشرتك وشفتك في الملعب وانت بتلعب عامل ايه كان مجرد ما يخش فيك جول تاخدوا الكورة وتبدأ تسنتر تاني وتبدأ تلعب بيها ومش عارف ايه ولعب عناكسب وعناكسب وبتكسبه تشجيع ازاي دي اتزرعت جواكك كان شجع اه 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 ما عندناه ما فيش اليأس اه مش هنطلع مغلوبين هل دي المدرب بيزراحها في اللعب ولا اللعب هو بيبقى عنده اهبعا لازم تديله شجاعة اه اه جاهلك فيه جون ولا جونين هتجيبهم نعم فدي دي تبقى عندك ثقف نفسك ثقف اللعبة وفي الفرقة كلها نعم